رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيتي توازن الحياة أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أصلي وأسلم على خير النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعزائي المشاهدين والمشاهدات أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا ومع حلقة جديدة من برنامج من وراء حجاب في هذه الحلقة أسعد مع حضراتكم بموضوع مهم موضوعنا النهاردة بيتكلم عن الصداقة بين الولد والبنت الصحبية البويفريند أو الجيرلي فريند طبعا زي ما بنسميها وزي ما بنسمعها وزي ما بنشوفها في الأفلام والمسلسلات وخصوصا الأجنبية الغزو الفكري الغزو الاجتماعي الغزو الثقافي اللي جاي من الخارج بيقول أن عيب ما يكونش عندك جيرلي فريند عيب ما يكونش عندك بويفريند إزاي ما يكونش فيه صداقة بين الولد والبنت إزاي تعيش لوحدك معزولة إزاي تكون لوحدك لو ما فيش صداقة هل ينفع الحياة طبعا في شبهات كتيرة جدا تقالت في الموضوع ده البنات نفسهم بيقولوا البعض لو ما فيش صداقة مش هتتجوزي ولا حد هيتأدفلك لازم تخوض التجربة واحدة تانية تقول لها لازم تدرسي أخلاق الشباب عشان تقدر تختاري منهم عشان تقدر يتميزي من الولد الكويس ومن الولد الوحش حتى لو ما طلعتش بيه أديك استفدتي وطلعت بخبرة فيه بنت تانية تقول لزملتها لازم يكون عندك خبرة والخبرة دي مش هتكتسبيها غير من لازم يكون فيه علاقة حتى ولو كانت بالتليفون حتى وإن كانت بالشات والمرسلة حتى وإن كانت علاقة بسيطة اسمها الصداقة يكون عندك خبرة والمشكلة بنقع في المحظور بييجي بعد كده مصايب كبيرة جدا تحت مسمى الصداقة والصحبية إحنا موضوعنا النهاردة الصداقة بين الولد والبنت سؤالي لحضراتكم عشان تشاركوني إن شاء الله والأرقام هتظهر قدامكم هل في صداقة بريئة بين الشباب والبنات؟ هل في صداقة بريئة بين الشباب والبنات؟ هل ممكن يكون فيه؟ يريد تجاوبوني لو حد منكم أثبت ذلك يريد يقول لي ونعدل المنظومة ونحاول إن إحنا نتبادل النصائح هل في صداقة بريئة بين الشباب والبنات؟ طبعا ده اللي هنجاوب عليه برضو من خلال اتصالاتكم ومشاركتكم معانا الصداقة دي هل بتنتهي بالزواج؟ ولا بتنتهي بالمعاصي؟ الصداقة اللي بتخلي البنت والولد عايشين قصة بيبقى في حياتهم مواضع كتير جدا ونلاحظ إن البنات ما بيحبوش تحكوا البعض البنت ما تحكيش للبنت البنت بتحاول تحكي وتستأمن الولد على أسرارها أفضل من صاحبتها وتفضل تتكلم معاه لحد ما يوصل الأمر لإعجاب مقابلة خروجة عزمك النهاردة على السينما تعالي نروح في المركب في النيل ونخرج شوية نشم هوى انت زي أختي دي سمع صداقة مفيش حاجة ينقلب الأمر لإعجاب وحب ينقلب لكلام غرامي البنت تسمع أنا معجب بيك تتهز تبدأ إنها تتحرك ما سمعتهاش قبل كده وممكن تكون في الإعداد أو الثانوي وبيسيبوا المدارس وبيهربوا عشان خاطر تخرج خروجة مع فلان أو هو يسيب مدرسته عشان خاطر يخرج مع فلانة الكلام ده بيحصل وواقع أليم بنعيشه والبنت تعيش وتحلم وتروح البيت تمسك الوردة بيحبني ما بيحبنيش بيحبني ما بيحبنيش والإسم إحنا أصدقاء ماش مشكلة يمكن أدبسه في الجوازة دي يمكن تكمل العلاقة دي وتنجح طيب ما في إحصائي بتصدم وتقول ما بيحصلش الكلام ده غير يمكن واحد في المئة حنعرفها بالأرقام دلوقتي لكن بعض الشباب وبعض البنات لما نيجي نحذرهم من موضوع الصداقة والصحوبية يقول يعني إحييني النهاردة وموتني بكرة خليني أعيش حياتي هو أنا أحسن من غيري ده غيري بيعمل كذا وكذا استغفر الله العظيم ده أنا علاقتي بريئة جدا بفلانة أو هي تقول أنا علاقة بريئة جدا طيب بتقول إحييني النهاردة وموتني بكرة الكلام ده قالوه في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وألوه المشركين والمنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم قالوله إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت إن هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما نحن بمبثين قالوا كده برضو إحييني النهاردة وموتني بكرة ما ينفعش لازم تعرف وتعرفي أنت عايش ليه إيه سبب وجودك في الحياة طبعا إحنا بنعذر الناس خصوصا في العصر اللي إحنا عايشينه عصر الفتن إن الشهوة العارمة الأساسية الأولى في العالم وفي الدنيا هي شهوة النساء وفتنة النساء ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال ذلك زيين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية فأول شيء شهوة النساء فتنة النساء الولد يحب صاحب البنت بيميل للبنت عايز نال إعجاب البنت بيستعرض قدام البنت البنت بتتزين وبتتشيك وبتحط عطور وبتنزل إلا من رحمة ربي طبعا ممكن تنزل نسية تلبس هي بتعمل ده ليه عشان تلفت نظر الولد الفلاني أو الشباب عموماً فتشوف واحد منهم عشان خاطر يقع في الشباكها وتبدأ الرحلة ممكن يكون ده بسبب فقدان عاطفة في الأسرة فين الأب فين الأم فين أخوكي اللي المفروض أنه هو يسأل عنك رايحة فين وجايا منين فين الوازع الدين اللي موجود في البيت اللي يخلي البنت أنا لا أحادث الرجال أنا ما أحادث لحد أنا رايحة أتعلم أنا رايحة شغلي وخلاص حتى إن كان فيه كلام فهو كلام في المباحات في نطاق وحدود مش عمال على بطال ما فيش حاجة اسمها صداقة ما بين الولد والبنت واللي يقول غير كده فهو موهوم واللي يقول لي ده فيه علاقة نجحت أقول له معلش انت فاهم قط في بعضهم بيقول والله أنا من صاحبة وأهلي عارفين وهو يقول أنا أعرف فلانا وأهلي عارفين أبوي عارف يعني مش هو اللي بيرأبك مش هو اللي حيحزبك مش عشانه انت عايشة لكن لأجل الله تبارك وتعالى لأجل مراقبة ربنا سبحانه وتعالى عليك لازم الإنسان تحي لازم الولد والبنت استحوا من هذه الأمور لأن الله هو الرقيب في بعض الشباب وبعض البنات بيحبوا يسمعوا الكلام أقصد بالكلام الكلام اللي هو بيثير الشهوات كلام إعجاب وكلام حب اسمها شهوة السمع وشهوة الكلام بتحب أن هي تسمع الولد يتغزل فيها أو يمدح فيها أو هو يحب ينال إعجاب البنات ويبقى بيستعرض عشان خاطر يسمع كلام بيتكلم في التليفون عشان خاطر هو أصبح مدمن لهذه الشهوة بيكلمها في التليفون وهي مستمتعة جدا وبالساعات وهو صاحبها بس بيقولوا إيه؟ بيتكلموا في إيه؟ إيه الموضوعات اللي بيطرحوها؟ كل كلام بيكون في نطاق الحب والغزل والإعجاب عشان كده بنحضر من هذا الأمر وبنقول ياريت ناخد بالنا من أولادنا وبناتنا إحنا حناخد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم تاني مع بعض الإحصائيات المهمة وخلكم معنا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيتي توازن الحياة أنت توازنها رقيها إليك وجود عالم جميل رسالة لها أتيتي توازن الحياة أنت السلام عليكم عدنا مع حضراتكم مرة تانية لنفس الأسئلة اللي المفروض نطرحها الصداقة بين الولد والبنت هل في صداقة بريئة؟ هل في علاقة بريئة بين الولد والبنت تحت مسمى الصداقة أو الصحوبية؟ عايز أقول إن فيه أمور كتيرة جدا بتحصل بدون علم الأهل مصائب بتحدث من وراء حجاب فعلا يريد ناخد بالنا بعض البنات بتزوغ من المدارس وبعض الشباب مش همهم بيبقى في حالة من التسريب في التعليم راحوا فين؟ بيعملوا إيه؟ نفاجأ إن الولد غايب بقى له فترة والبنت بقى لها فترة ما بتروحش طب بس بتنزل الصبح يطر بيروحوا فين؟ هي الصحوبية هي الصداقة هي أجواء السينما اللي بقت سهلة جدا وبقت مرتع للثنائيات الكورنيش اللي بقى فيه ثنائيات وقفين ومناظر سبحان الله في بلاد إسلامية أي وفي بلاد إسلامية على مرأة ومسمع من الناس ولا حياء ولا حول ولا قوة إلا بالله عايز أقول إن فقدان جود ترابط الأسر في البيت هو عامل أساسي في وجود هذه العلاقات المحرمة أيوة فين الأب اللي يحتوي بنته اللي يبدأ يغذيها عاطفيا اللي يسمعها كلام الحب والحنان عشان خاطر تخاف على نفسها عشان خاطر ما تنحرفش فين الأم اللي تحتوي بنتها أو ابنها وتفهمه خد بالك اوعى تعمل كذا انت عندك خوات بنات اوعى تفكر في كذا عشان خاطر ربنا ما ينتقمش منك انت مش محروم من حاجة بكرة حنعمل لك كذا وكذا إن شاء الله بس انت تفوق الكلام ده مش موجود في كثير من الأسر الحوار الأعادات العائلية الأب مشغول والأم مشغولة يبقى الولد يتيم والبنت يتيمة لأن فعلا ليس اليتيم من انتهى أبواه من الحياة وخلفاه ذليلة إن اليتيم من الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة الولد الولد ما بيلاقيش حضن أبوه والأم ما بتلاقيش حضن بنتها أو البنت ما تلاقيش حضن أمها وبالتالي بيدوروا على حاجات ديات بره عايزة أقول إن وسائل الإعلام أسست ورصخت أفكار مغلوطة تخالف العقيدة لازم الصداقة في المسلسلات والأفلام ممكن الزوجة اللي متجوزة تصاحب صديق الزوج والعكس صحيح أو هو يصاحب صاحبتها زملته في العمل يكون في علاقة بينهم يوصلها يجيبها يوديها يشوف طلباتها يبدأ فيه حوارات محادثات مهاتفات لقاءات وهلوم مجرًا كلام واقعي الوسائل الحديثة الإنترنت والموبايلات الحديثة إلى غير ذلك والهواتف والدقائق المجانية هنضيعها في إيه ما إحنا لازم نضيعها في حاجة مفيدة صلة أرحام لا 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 مش مشكلة أتطمن على أبوي وأمي أكلم ابني أشوفه فين أكلم بنتي أتطمن على ابني في المدرسة أحادث زوجتي أو هي تكلمني لا 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 فيه حاجات تانية أولى إيه المحادثات بين الولد والبنت وطول الليل ودايما أنت بص تلاقي حتى بعض شركات الاتصالات بيعمل لك عروض مجانية إمتى يقول لك من الساعة 12 بالليل لحد ستة صبح طب يعني يعني بش عارف عايزين مين اللي حيتكلم في الوقت ده ما هو لازم ولد صهران وبنت صهرانة تحت مسمى الصداقة وإحنا بنقول كلام عفيف ماشي يا عم العفيف بنلاعليك ترضى لأختك إن هي تسمع الكلام ده من ولد هتقول لي لأ إنت ترضي لبنتك إن هي تسمع كلام ده من ولد لأ طبعا طيب ليه ما بتدوريش وراء بنتك مش تديأي عليها صحبيها احتويها إيه وقت فكر إن البنت وهي في اللي عدادي لسه صغيرة خلوها تلبس اللي هي عايزها خلوها تخرج براحتها تكلم وتصاحب مش مشكلة ده لسه بريئة أنا شفت فيديو كده على إحدى القنوات العربية في لبنان بنتي بتتكلم أقسم بالله كلام ست ناضجة بتحب ولد وقلبها بينبض ولما بتشوفه بترجف وأنا بحبه هو مش عارف بس أنا بتطمن عليه ودايما بسأل عنه مش عارف إزاي إيه الكلام ده الكلام ده بيحصل فين في مجتمع المسلمين ولا حاول ولا قوة إلا بالله فاكرين الحادثة المشهورة اللي كانت من أيام قليلة البنت اللي في الثانوي اللي حاول تلاتة شباب إنهم يغتصبوها ويعتدوا عليها أيها حصل طبعا كلنا عارفين الحادثة دي ومين اللي وقعها في الموضوع ده صحبتها طب وإيه اللي حصل عروها وصوروها وحاولوا يغتصبوها ولما جابوا أرشيف الصور من التليفون لقوا إن البنت دي الولد من صاحبها عادي وبيكلمها وبيخرجوا وبيهربوا مع بعض وبيتفسحوا مع بعض وشفت بعيني بعض الصور وهو شايلة بإيديه ده أصلي ده زي أخوية لا أصلي هو خطيبة لا هو مش خطيبة أصلي هو متكلم علي ده قري فتحة إيه الحجج الهبطة دي فين أبوكي فين أمك إزاي شباب يدخلوا بيتك وعلى سريرك وفي قضة نومك إزاي حدثة مشهورة حصلت وإحنا كلنا بنتابع الأخبار وبنلاقي كل يوم مصايب بتحصل بسبب الموضوع ده عايز أقول إن فيه إحصائيات كتيرة جدا اتعملت هل الصداقة بتنتهي بالمعاصي ولا بالجواز طيب حد يجاوبني ها بالمعاصي ولا بالجواز في الإحصائية بتثبت إن أجابة من البنات حوالي أكتر من 40% إن أغلب الصداقات مع الولد والبنت بتنتهي بمعاصي كبيرة جدا 50% من الشباب قالوا بتنتهي بمعاصي 90% من البنات قالوا بتنتهي بمعاصي وللأسف بيحصل من ورائها مصائب في البيوت وخراب للبيوت البنت ممكن تحمل بيحصل علاقات جنسية بيبقى فيه يعني فضل غشاء البكارة بعد كده نرجع نندم نسأل الشيوخ أنا حامل دلوقتي في شهر وأهلي ما يعرفوش وأعمل إيه؟ اتصالات بتجيلنا من النوع ده إزاي؟ أصل صاحبي فلان هو اللي عمل كده طيب اسطر علي بقى وتقدم لأهلي عشان خاطر نصلح غلطتنا لا 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 أنا معرفكيش وأنا أتجوز واحدة زيك أنا ما أقدرش أتجوز واحدة كده اللي خلاك يغلطي معايا تغلطي مع غيري بعد كده الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل وهكذا إحصائيات خطيرة جدا البنت البنت اللي بتحاول أن هي تتكلم الولد تحت مسمى أن إحنا أخوات عايز أقول أن فيه شيطان بيتربص فيه شهوة موجودة ولما يطول الحوار ويسترسل الولد والبنت في الكلام بتتولد هذه السقطات اللي بعد كده بتتطور لعلاقات حميمة محرمة ناخد اتصال أمات الله السلام عليكم أهلاً أمات الله أهلاً أمات الله إزايك أهلاً بعضياتك يا دكتور موضوع خطير فعلاً منتشر بين الشباب بطريقة ما يعني كدير جداً ربنا أحفظك أمات الله أنا أعرف أني أنت في الجامعة أهلاً أهلاً أوليه للوضع اللي أنت بتشوفيه كتجربة عايشاها وبتشوفيها كل يوم الله يا دكتور إحنا أولاً نروح الجامعة نتمي الجامعة في الأساس في بنات كتير وغداها أنها أنا راحة صاحب مش رايحة تعلم إزاي الجامعة بتبقى عاملة زي مصرح يا دكتور كل واحدة رايحة يعني بتتفاعل أنها تبين زينتها قدام الأولاد ليه؟ أصلاً عايزة بلد ده يا أجر دي طب ليه؟ عشانو ممكن جواز طب لو تجوزتي ممكن ينفع آه بتحصل قل لها طيب إحنا بنقول زي مربنا عالفك تاي بسم الله راحة ولا متخذات أغدام ولا متخذات أغدام صحيح ربي الله اللي بيقول لك ما فيش حاجة أسمعه صحودياً من الأساس صحيح بكتو ما فيش حاجة أسمعه صبقة بريئة بين أي ولد وأي بنت شوف الرسول صالح ما بيقول لها ما بيسمع رجل ومرأة إلا وكان الشيطان وكان الشيطان عشان بيزين الولد للبنت والبنت لي ولد ليه؟ عشان يقعوا في المحرم أحسنتي رب نبرك فيك فعلا إزاك اللو خير أيوة الله نعم وبعدين بنشوف واحدة تانية مسكة إيت شاب بيعديها الشارع ليه دي؟ مين ده؟ لصحبي طب ليه حاجة بيعديك الشارع زي أخويا زي أخويا طب إزاك أصله هيروحي طب أنا بقول لك حاجة يعني للرعتي ده لو فعلا صاحبك أو زي بتقولي أخويا يا ترى هيرضى والله ما كانش هيرضى لو بيخاف عليك إنه هو يكلم الكلمة حتى مزبوط صاحب والله ما كانش هيرضى حتى ينسي ينسي إيديكي والله لو كان بيكلمك فرعا كان هيخبط على ببتكم يا سيدي الوالد لو سمحت ربنا يبارك فيك يا دكتور ربنا يفزك أمت الله ويبارك فيك ويرفع قدرك فعلا بنأكد كلام أمت الله وإحصائية عملت بهذا السؤال السؤال بيقول لماذا تصاحب البنات الشباب أو العكس ليه بيصاحبوا بعض ليه دايما كده بيبقى فيه ميول من الطرف للطرف ده للطرف الآخر بعضهم أجاب يعني 30% من البنات قالوا بسبب الفراغ عايزين نملى الفراغ طيب ما تصاحبي وحدة بنت زيك خليها تملى فراغك على الآلة تتزوره تذكره مع بعض تنصحه بعض تروحه تصله مع بعض تعوده تقره كتاب مع بعض يبقى فيه فائدة لا أنا ما حبش ولا أستأمن على أصراري مع بنت زي ده ممكن تعمل لي مشاكل إنما الولد أنا أستأمنه 30% برضو من الأولاد قالوا بسبب الفراغ 70% من البنات قالوا الهدف من الصحوبية هو الجواز يعني أنا بصاحب عشان خاطر يعني أطلع لي بعريس الأولاد كانت من النسبة تتراوح من بين 9% لـ 20% هدفهم الجواز نسبة قليلة جدا وـ 20% وـ 20% بيصاحبه عشان الحب نفسه يعيش قصة حب بيسمع أصلا وبيشوف بعينيه وبيعيش في المسلسلات والأفلام بيلاقي قصة حب ويا سلام لما يجبوا لك الدراما الرومانسية التلفزيونية في الأفلام المصرية وغير المصرية العلاقات اللي فيها حميمية وكلام وغزل وقصة قصة كده مشوقة وأحيانا ما بتنتهيش بالزواج يا إما البطل بيموت يا إما البطلة بتموت هما في الآخر يعني ربنا بينتقم منهم لأن ده محرم وبالتالي النتيجة هتكون سيئة أيوس النتيجة سيئة ما هو أنت لما تكلمي ولد بنية أن أنت تحجزيه خلاص الناس عرف أن أنت محجوزة لفلان حيبدأ أي شاب بنفسه أنه يتقدم لك مش هيتقدم لك تتخرجي تتصدمي أن فلان ده راح تجوز واحدة تانية غيرك لأنه هو كان بيقضي أربع سنين الجامعة أو فترة الثانوي أو الإعداء دي عشان خطر بس يبقى إيه فيه تسلية إنما بعد كده لما يتجوز مش هيجوز واحدة مشيت معاه أو مشيت مع فلان يبقى أنت خسرتيه وخسرت الناس اللي كانوا حيتقدموه لك إذا كنت أصلا عفيت نفسك لكن للأسف اللي بيحصل عكس كده بعض النسب الخطيرة اللي بيتقول 65% من الأولاد بيصحبوا عشان الشهوة ممكن أو أعها فيها إيه يعني لما أغلط معاها مش مشكلة والله يعني عادي ما غيري بيعمل أكتر من كده وبيتنكر لها في الآخر بعض البنات يمكن 10% 10% إلى حد ما ولله الحمد بيقول إحنا بنصاحب برضو عشان الشهوة لكن عايزين نقول إن الوازع الديني المفقود في البيوت هو كان السبب الرئيس في وجود هذه الأفكار الهدامة فكرة إن أنا لازم أصاحب إن لازم أن يكون لي بوي فريند إن لازم أكون ماشي معا جرل فريند عشان خاطر شكلي عشان خاطر يعني حتى لو بنت مش حلوة أوي حمشي معاه عشان خاطر أصحابي كلهم عندهم مش معنى أنا يعني أمشي معاهم كده كل واحد ماشي معا الجرل فريند. بتاعته وريحين الكورنيش سوا أو عندنا فيلم في السينما هايزين نروح نشوفه وأنا الوحدي لأ فأنا هاخد أي واحدة وخلاص وتبقى المصايب اللي بتحصل من وراء الموضوع ده ما بين استسلام لغرائز جنسية بتحصل والكلام ده بيبقى في شوارعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وبنشوفه في بعض المدارس وفي بعض الجامعات اللي هي بيظنوا إن كلمة الحرية فيها معناها أنا حرة أعمل اللي أنا عايزاني أكلم اللي أنا عايزاني أمشي مع اللي أنا عايزاني محدش علي رقيب إذا كان بابي واثق فيي ومامي ما بتسألش علي يبقى حضرتك الحتيجة تحسبني ده بيحصل للأسف وبتبقى النتيجة عاقبة وخيمة بنت من البنات دولة اللي مشيت مع شباب وصحبت كتير وغلطت كتير بعد معاشة فترة التعاسى والحزن والانكسار بعد الخسارة الكبيرة قالت إيه بقى بتقول كل لحظات السعادة التي قضيتها في فترة صداقتي لا تساوي لحظة واحدة من لحظات التعاسى التي عشتها وأعيشها بعد انتهاء هذه العلاقة فعلا ساعة الندم ما خلاص بقى ما فيش حل خصوصا لما للأسف تخسر وتقع في محظورات وتبقى رخيصة وتكون مشيت مع كام ولد أنا مشيت مع كذا وكذا ييجي مثلا حد يتقدم لها ما تصرحوش ما تقولوش أنا مشيت مع فلان أو فلانا والولد بطبيعته برضو ما يقدرش يقول كده إلا من رحمة ربي بقى بييجي بيقول والله أنا كنت غلطت وكان في فترة المراهقة اللي خلتني أعمل كذا وكذا وغصب عني وأنا توبت إلى الله منها جزاك الله خير لازم تتوب بسرعة مصل إنت لو ما توبتش ربنا حينتقم منك في شخص زوجة في المستقبل حتكون عملت زي أنت ما عملت غلطت زي ما أنت ما غلطت لأن إذا كانوا الطيبون للطيبات وده طبعا مش تفسير الآية وكذلك الخبيثون للخبيثات يبقى برضو الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحر ما ذلك على المؤمنين يبقى لابد أن أنت تعرف الغلط اللي أنت بتعمله ستجني ثماره بعد الجواز أو لما تيجي تختار أو أنت الغلط اللي أنت بتعمليه بعد كده هتبص تلاقي أثر الذنوب والمعاصي في حياتك بعد كده محق لبركة الزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله بس بشرط مش عايزين الحاجات دي لازم نتوب لازم نرجع لازم نتوقف ومن الآن نمسح الأرقام نيجي نقول مفيش حاجة اسمها صحوبية بين الولد والبنت مفيش حاجة اسمها أن أنا أفضل أكلم الولد في انصاص الليالي بالساعات الطوال عشان خاطر أسمع منه كلمة حب عشان خاطر ممكن يطلع عريس المستقبل سيبوكم للوهم ده الموضوع ده أرزق من ربنا سبحانه وتعالى من قبل ما تخلق ومن قبل ما تخلقي مكتوب مين حيكون نصيبك ومين حيكون نصيبك فلازم نعقل ونفهم في بنت وقعت في مشكلة من المشاكل الصحوبية وبتحكي أنه هو استغل ضعفها واستغل أنه هي مشيت معاه واستأمنته على أسرار حياتها وبعد كده في نهاية المرحلة الثانوية عايز بقى يحتفل معاها بليلة يقضوها مع بعض في أي مكان فكانت النتيجة أنها فقدت عذريتها على إيد الولد ده وتحت مسامة أنه بيحبها ومش حسيبك ودي أقل حاجة تثبت أن أنا يعني بحبك وإحنا بكرة حنتجوز وما تخفيش والكلام ده هي شهوة وشيطان ولكن وقع المحظور تيجي تطلبه للجواز بعد كده تقدم يتنكر ليها أنا مش حتجوزك أنت أنت غلطت معايا ممكن تغلطي مع غيري وبالتالي البنت انهارت وضاعت بدأت تصاحب بقى ومعتش في حدود لهذه الصحوبية وبدأت تغلط مع التاني والتالت والرابع لأنها بقت رخيصة لأنها رخصت نفسها على إيد فلان اللي استغل ضعفها وساذاجتها وأوقعها في المحظور الجزاء من جنس العمل أيوة ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك في أكثر من حديث شريف وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الجزاء من جنس العمل لما تيجي تتعرفي وتسمعي خلام حلو وتيجي بعد كده تتجوزي حتبص تلاقي أثر ده العقوبة بتاعته في الجواز ليه؟ لأن ربنا غضب لأن الله يغار ربنا سبحانه وتعالى يغار فين الغيرة بتاعت الأب فين غيرة الأم على الإبن أو البنت ربنا سبحانه وتعالى يغار لما بيحصل معصية زي كده بعد كده نيجي نقول إحنا ماشيين تحت ضل ربنا إزاي؟ لازم نعقل أن لازم يبقى في قلبي حاجة واحدة بس يا إما أنا بحب ربنا فحكون معاه في العبادة يا إما أنا بحب بقى حب محرم وخلاص قلبي أصبح عليه ران صدق وبالتالي أنا عايز أعيش الدنيا بس البنت البنت اللي فاكرة نفسها إن هي لازم تعمل كده عشان محدش يأكل وشها ولازم تلبس بشياكة ولازم تخرج متعطرة ولازم تصاحب البنت اللي عندها مبدأ إن أنا لو ما عملتش كده مش هتجوز البنت اللي هي بتقول أنا لازم قبل ما أتخرج أخرج بعريس وإلا لما أعد في البيت محدش هيتقدم لي أصلي بعد كده ممكن بابا وماما يقولولي البس الحجاب طيب أنا دلوقتي بكامل زنتي ما أنا أستغل الفرصة دي الأم بتسيب بنتها تتبرج عشان خاطر تجيب لها عريس الأب يسيب بنته تتكلم وتصاحب أنا واثق فيك يا بنتي اعملي اللي أنت عايزاه يمكن تجيب لنا عريس يمكن توقعي فلان الغني والمسلسلات والأفلام طبعا مليانة بالنوعيات دي فيه شبهة اللي بعض البنات والشباب بيقولوها إحنا بنصاحب بس بابا وماما عارفين وهم يعني واثقين فينا جدا وعارفين إحنا بنعمل إيه عشان كده أنا شايف أو أنا شايف إن الصداقة بين الولد والبنت طالما هي بريئة وعلاقة لا تتعدى حدود الكلام والخروجات البسيطة المحدودة فده شيء يعني عادي جدا لأننا لو عملت غير كده وأصبحت منغلقة على نفسي وما بكلمش أولاد أو ما بكلمش بنات حيقولوا علي إفل فلاح متوحدة ما عندك الشخصية مريضة نفسيا كئيبة إيه لأنت مش عايزة تعيش الحياة زي بقيت الناس الطبيعيين ما أصلي أصبح الطبيعي عندهم إن لازم يكون مصاح فتضطر البنت إن هي تتنازل عن مبادئ في التربية ووصايا من الأب والأم عشان خاطر أقرانها من البنات وإحنا عارفين إن كثرة المساس بتفقد الإحساس لما أصاحب وأمشي مع بنت وألاقيها هي مصاحبة مع حد تاني فهي بتخليني زيها لازم البنت اللي بتغلط توقع بنات غيرها عشان يغلطوا زيها عشان ما يبقوش أحسن منها إذا كنت أنا في نظر المجتمع مش شريفة ليه أخليك أنت كمان شريفة ودت المطلقة لو أن النساء كلهن طوالق عشان كده بنقول فيه شياطين الإنس وشياطين الجن فلازم نحضر لازم نحضر إذا كنت بقول إن العلاقة والصداقة بين الولد والبنت مفيش أصلا علاقة ولا صداقة بين ولد وبنت وبالتالي الصداقة بين البنت والبنت التانية والولد وقارينه من الشباب لازم برضو تكون بحسبان وبمعايير هو ابن مين مترب فين أفكاره إيه توجهاته إيه هو مع ربنا ولا العكس هو بيروح الأماكن الكويسة ولا دايما بيرتدي الأماكن المشبوهة هي من النوع اللي بتحاول يعني تبقى متحررة ولا عفيفة في نفسها طاهرة تاخد بالها من كل صغيرة وكبيرة عشان خاطر كده لازم تتابعوا أولادكم لازم يكون في شيء من المراقبة مع الأولاد ومع البنات لازم نستشعر أن الله رقيب زي ما قال أحد الشباب كده بيقول من أسباب ضياع الشباب أنهم قد نسوا اسم الله الرقيب وقال برضو إنعدام الغاية والهدف مفيش غاية ولا هدف في حياتهم طيب طالما مفيش هدف في الحياة مفيش غاية مفيش تحمل للمسئولية مفيش جدية يبقى لابد أن يكون فيه انحراف أيضا الأب الصديق والأم الصديقة هل فيه أب صديق دلوقتي وأم صديقة؟ فيه والله بس قليلين جدا فيه الأب اللي بيصاحب ابنه وخايف عليه ونفسه ابنه يطلع أحسن منه وفيه الأم اللي بتصاحب بنتها عشان خاطر تساعدها على مجابهة الحياة اللي إحنا عايشينها خد بالك إحنا عايشين حياة صعبة جدا فتن كقطع الليل المظلم والله العظيم لازم ابنك يكون فاهم كل حاجة منك أنت ولازم بنتك تكون فاهمة كل حاجة من حضرتك أصلي مش هيكون حد عليهم أمين زي الأب والأم وإلا لو أنت امتنعت عن الكلام مع ابنك ومع الحوار ومع أن أنت تحتويه وتعود تسأله وتعود تفهمه وتعود يعني تبصره بأمور الحياة وبأمور الدنيا حيروح يتعلم من حد تاني ومن مكان تاني ومع أشخاص تانين أنت لا تثق فيهم وبنتك حتسمع الكلام ده من بنت تانية مجربة أو عندها خبرة وبالتالي أنت ما تضمنيش إيه الأفكار اللي حتدخل عقل بنتك تيجي بعد كده تحاول توجهيها وتنصحيها أو تتكلم مع ابنك وتقوله يا ابني الصح كذا والغلط كذا الرد حيكون إنتوا بقيتوا دقة قديمة إحنا شباب اليومين دولة فاهبين كل حاجة ونصحين وعارفين وإحنا دلوقتي لازم نعيش حياتنا عشان خاطر إحنا في عصر التحرر إنتوا كنتوا زمان ما عندكمش إمكانيات وسائل إحنا دلوقتي عندنا إحنا دلوقتي بنحاول إن يكون فيه علاقات بيننا وبين بعض وعلاقات نظيفة جدا مش في دماغنا الحاجات اللي إنتوا بتقولوا عليها وللأسف استدراج الشيطان يخلي الواحد يقع في المحظور ويبقى الولد مخبي عن أبوه جريمة كبيرة هو عملها إن هو غلط جالي النهاردة اتصال إن فيه ولد في الإعدادي سن حرج سن خطير ولما السن ده يختلط بالبنات أو يكون في الفصل بتاعه بنات وممكن يكون عنده اخوات بنات وطبعا الأمر لما ما يكونش فيه مراقبة والدية الولد بتتحرك عنده بعض المشاعر النطج السريع بيخلي إنه هو يأما يفكر في الحاجة الغلط يأما يصاحب بالفعل ويغلط ومن باب التجربة ممكن الغلطة تبقى غلطة كبيرة جدا وبينتج عنها مصايب كبيرة جدا ومشاكل كبيرة جدا والولد الوالد يتصدم والأم في الآخر تلاقي بنتها اللي 13-14 سنة فهم الدنيا وكتتكلم بلسان واحدة عندها حاجة وعشرين سنة لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا الاختلاط والخلوة اللي بين الشباب والبنات بيؤدي لمشاكل لا حصرة لها عشان كده بقول يا ريت ما نديش لنفسنا فرصة إنه يكون فيه خلوة ولا يكون فيه اختلاط ولا يكون فيه أماكن معينة متعودين يقولك شارع العشاء ها والكورنيش وروحوا كده اسكندرية شوفوا الكورنيش شوفوا على البحر الشط بيبقى عامل ازاي دولة ولاد مين والله العظيم لحد أوقات متأخرة في الليل وقاعدين ثنائيات أماكن بتبقى معينة كده وبيبقوا قاعدين وبيتكلموا هي مين دي أصلي دي خطبتي يعني دي أصبحت الحجة بتاعتهم فين بنتك فين بنتك ابنك بيعمل ايه دي الوقت في دراسة أمريكية عملوها على موضوع الصداقة بين البنات والولاد وقالوا ان نشوف النتائج بتاعتها لقوا ان سبعة واربعين في المية من ضحايا الاغتصاب في أمريكا ضحايا اغتصاب من الأصدقاء او الله دي دراسة حوالي عشرين في المية ضحايا اغتصاب من الأرايب والمعارف وأصدقاء العيلة ما هو في جريمة تانية أكبر من كده دي بنت خالتي أصلي دي بنت عمتي عادي لما أسلم عليها ده في بعضهم بيسلموا وممكن ياخدوا بعض بالحض أصلي هم قالوا ان احنا رضعين مع بعض أصلي دي بنت خالتي دي بنت عمتي والله مفيش حاجة وهي برضو تقول كده ده ابن عمي ده ابن عمتي ده ابن خالتي ده ابن خالي مفيش حاجة ده زي أخويا بالزبط وفي الآخر بنلاقي المصايب الكبيرة اللي بتحصل بسبب التهاون في الحاجات دي يبقى الواحد رايح يزور صديقه يروح ما يلاقهوش في البيت هو فلان موجود لا مش موجود تفضل طيب أنا هستنال حد ما يجي ويدخل يقعد في البيت مين اللي في البيت زوجته وبالتالي بيحصل مشاكل كبيرة جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله عايزين نقول إن المحرمات هي حمى الله تبارك وتعالى فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها ما نجيش نحط البنزين جنب النار ونقول مش هيعمله حاجة ما نجيش أرميك أنا في البحر واليم ونقول مش هتبتل لازم ناخد بالنا من إن الأمور دي أصبحت كتيرة في المجتمع بتاعنا عايز أقول طبعا الوقت بيجري بينا ولكن في بعض الأسر بتفتقد للعاطفة فلابد إن إحنا نخلي الأسر بتاعتنا فيها عاطفة عشان خاطر نقدر نحتوي أولادنا ونحتوي بنتنا نصيحة أخيرة بل وصية اشغلوا نفسكم بحب ربنا سبحانه وتعالى وبالعبادة لازم تنهي علاقاتك المجبوهة وتنهي علاقاتك المجبوهة عشان ما يحصلش بعد كده مصائب لا نستطيع أن نجني ثمارها موضوع صداقة بين الولد والبنت مش علاقة بريئة بل هي علاقة محرمة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى حيكون معانا ومعاكم موضوع خطير من موضوعات المجتمع بتحدث من وراء حجاب حتى هذا الموعد وهذا الحين في الإسبوع المقبل نترككم في رعاية الله وأمنه نستودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة